أكثر من أسبوع صمت أردغان بعد الانتخابات النيابية الأخيرة صمت فاستره البعض هزيمة فيما الواقع أظهر أن الرئيس كان مستغرقا في التفكير للرد على الأكراد الذين حرموا حزبه فرصة التفرد بالسلطة طالما سعت تركيا إلى طرح نفسها نموذجا للدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط لكن هذه النظرة باتت محل شكوك كبيرة فالمراقبون يشيرون إلى حجم التدهور الذي يصيب العقيدة التركية المغاصرة القائمة على التعددية تحديدا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة السبب الرئيسي وراء كل ما يحدث هو الرئيس أردغان فهو من اعترض على استمرار مفاوضات الحل السلمي مع الأكراد إنه المسؤول عن كل شهيد سقط منذ إعلانه ذاك وحتى الآن يشكل الأكراد المكون الرئيسي لـ 21 محافظة تركية من أصل 81 كما يشكل الأكراد نسبة مهمة من سكان محافظات سيواس وأدنى واستنبول وأنقرة وهم بذلك يسيطرون على الجزئين الشرقي والجنوب الشرقي من البلاد ويرسمون الحدود التركية مع سوريا والعراق وإيران وأرمينيا تتسع داخل المجتمع التركي رقعة الشك بأن أردغان وحزبه يمارسان سياسات عقابية بحق من منحوا أصواتهم لأحزاب المغارضة فتفجير سروج مجرد مشهد متكرر للتفجير الذي استهدف تجمعاً لمناصري حزب الشعوب الديمقراطية في ديار بكر قبل يوم من الانتخابات وبعد سروج فتحت الحكومة التركية النار على جبهات عدة جبهة حزب العمال الكردستاني ومواقعه في جبال قنديل إضافة إلى حملة داخلية ضد جبهة التحرر الشعبي الثوري وضد المشتبه فيهم بالتعاون مع كل هؤلاء في الداخل التركي كما تضاربت المعلومات بشأن توجيه ضربات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا غارات جوية وعمليات دهم واشتباكات طالت بمعظمها محافظات ديار بكر وشرناق وحقاري وإلازغ وسيرد وأديامان تحت عنوان محاربة الإرهاب ساوت أنقرة بين تنظيم الدولة والمسلحين الأكراد قوتنا تكفي لأن نواجه في وقت واحد ليس ثلاث تنظيمات إرهابية فقط بل ثلاثة وثلاثين تنظيما وسنستمر في إظهار قوتنا في هذا الإطار يشير البعض إلى أن أردغان يتعامل مع المعارضة الكردية وفق معادلات أهلا بالديمقراطية متى ما كانت لمصلحة أردغان ونعم للسلام مع الأكراد عندما يصوتون له وبالمقابل لا منع من ممارسة العنف ضدهم إذا ما أعطوا أصواتهم لغيره وهكذا يلعب الحزب الحاكم على وتر القوميين لاسترداد الأصوات التي ذهبت منهم في الانتخابات الأخيرة لحزب ديمقراطية الشعوب تصرف أردغاني يضرب الواقعية السياسية التي عمل الأتراك على تطبيقها ويضع البلاد الباحثة عن إحياء أمجاد السلطنة على فوهة بركان داخلي